اشتركوا في القناة لو تفكير بس انو يتوجه نحية غزة بالنسبة للكهرباء احنا حياتنا في الكهرباء جحيم يعني احنا بمر علينا فترة انتحانات للأولاد بنعرفش ندرس بنعرفش نعمل اي حاجة كل حياتنا على الكهرباء اصنصناتنا على الكهرباء عنا ستات كبار بنجيونا ضيوف بنضطر انو نقول لهم تعالوا عجية الكهرباء يعني حاسين ان الكهرباء كل حاجة في حياتنا يعني هذي مش حياة اللي خلاك تحل مشكلة الضفة بخليك تتجه لو تفكير فكر نحيتنا في غزة يعني رسالة لسيد الرئيس ابو مازين انو حل مشكلتنا بمنها نحلت مشكلة الضفة بمدة لتجاوز 48 ساعة احنا صارنا اكتر من عشر سنين في مشكلة الكهرباء انا عندي ولدين بعرفوش ان الكهرباء بتيجي 24 ساعة يعني بعرفونا 8 ساعات او 6 ساعات ولو اجت يعني يوم بالغلط طويلة بصير في عندهم بنموش الولاد وضعنا مش وضع بالناشد الرئيس بالناشد الجهات المختصة بالناشد الامم المتحدة بالناشد اي اي حد يقدر يحللنا اياها مزامها محلولة يعني اذا انحلت في يومين في الضفة فيه امكانين هتنحل في غزة بدناش بيومين يا سيدي معاكم انه الله رمضان بس جيبولنا اياها نقبلش يومين بالضفة رمالة اطعوا عليها ساعتين وبيت لحم قعدوا ساعتين طلعوا يصوتوا يقولوا خربت المحلات والاكل راح والدنيا راح فيعني زي ما تعامل كلنا وطن شقي الوطن كنا ابناء وطن واحد كما بتنظروا للناس في الضفة برضو في غزة هما ابناء وطن واحد على السلطة وعلى جميع الموجودين في شقي الوطن على قولتهم انهم هما يتخذوا قرار انه تيجي الكهرباء لغزة زي اسوة بالضفة بما ان الرئيس طبعا يعني بعد 48 ساعة من انقطاع تلك الكهربائي في الضفة تمكن انه يحللهم المشكلة واحنا صار لنا تقريبا عشر سنوات واحنا يعني بننقول انه ما فيش عندنا كهرباء اصلا بنحب نوجه رسالة لسيادة الرئيس ببناش نقول الرئيس المنتهي صلاحي سيادة الرئيس محمود عباس انه احنا في غزة يعني اولاد شعب واحد ووطن واحد فغزة مش اقليم متمرد ولا غزة اقليم منشاق فطلعوا لنا زي ما بتطلعوا لغيرنا وفي النهاية يعني انتو شايفين الحال في غزة كل ماله بسوق تطلعوش لا 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 حماس ولا لا فتحها تطلعوا للشعب اللي قاعد بندس بس من ورا خلافات كوينتو نسبة لموضوع الكهرباء في قطاع غزة منعرف انه هذا موضوع جوهري موضوع عامل قلق للناس هم من سنوات تعبنا اعمرنا راحت واحنا بنستنى الكهرباء تجينا 24 ساعة منتمنى ان يكون فيه جهود فلسطينية متبادلة تحللنا هاي المشكلة غزة جزء لا يتجزأ من الوطن والضفة جزء لا يتجزأ من الوطن منتمنى تكون ظروفنا كلياتنا واحدة لانقسام الفلسطيني اذا انتهى تنحل معاه كل المشاكل منتمنى انه الكل من عند الرئيس لأصغر فرد فلسطيني ينظر لهاي المشكلة او ينظر لمعاناة الناس